عاوزين شعركم يبقى كسيف وتقيل وقوي عليكو عالحنة الحنة ما تقولوش لعدوكو عليها هقولوكو على وصفة هتجيب من الاخر هتكسف الشعر وهتتقلو هتخلي الشعر قوي بتعملولي ايه؟ اول حاجة بتجيبولي بصلايا تقشروها وتقطعوها اربع تربع وتحطوها في حلة بتضيفو عليه ست فصوص توم تقشروه وتقسموه بالنص وتحطوه مع البصل بتضيفو عليها معلقة كبيرة من الكركدي ومعلقة كبيرة من الروز الميري وست فصوص من القرنفل ومعلقة كبيرة من حبة البركة بضيف عليهم نص لتر او لتر من الميا بخليها تغلي لما تدي لون تدي الوان البصل كده هتلاقوها احمر مع غامق كده نقفل النار عليها بعد ما نقفل النار عليها نسيبها تبرط خالص بعد ما نسيبها تبرط خالص بعد كده بنصفيها طبعا من الحاجات بتاقبصل والتوم الحاجات دي كلها ناخد الميا بتاعتها نعمل ايه بقى هنجي للحنة هنجيب تلات معالق كبار من الحنة هضيف عليهم معلقة من ورق الصدر المطحون كل بودر كل بودر هروح هعملها ايه بقى هدوبها بالميا بتاعت البصر والتوم اللي انا قلت عليها في الاول بعد كده بعد ما نقلبها نلاقيها عاجينة متماسكة بضيف عليها علشان الحنة لو حطناها مع الميا دي هتنشف الشعر فهنضيف عليها حاجات انها تخلي الشعر يبقى ناعم معانا ما يبقاش الشعر خشن هضيف عليه معلقتين من الزبادي معلقتين من المايونيز معلقة او معلقتين من الزيت اي نوع زيت انتو بتحبوه لشعركم بعد كده نقلبه الزبادي والمايونيز والزيت اللي انتو بتستخدموه لشعركم الحاجات دي هي اللي هتنعم الشعر وممكن على فكرة نسيت اقولكم لو انتم عندكمش ورق صدر مطحون ممكن نستغنى عنه نخليه حنة فقط بعد كده بنقلبها كويس جدا لقيتوا ان الحنة سميكة اعملوها بماء يعني يزودوا مية البصل عليها يعني تحسوا انها ايه تبقى طورية تقدروا تحطوه على شعركم بعد ما احنا عقلبناها كويس جدا حاسينا ان المكونات كلها ده جنست مع بعض بنحطها على شعرنا كله وبنسيبها ساعتين متواصلين نستخدمها مرة واحدة في الاسبوع لو حد عايز التكسيف يبقى تين يعني باسرع وقت نعملها مرتين في الاسبوع استمرتوا على الحنة هتلاقوا شعر خيال جربوها وهتدعولي ان شاء الله